السلام عليكم أنظمة العداد طبعا هناك أعداد يفهمها الإنسان وهناك أعداد تفهمها الآلة فسوف نقوم بتحويل من أنظمة العداد اللي يفهمها الإنسان ويتعامل بها إلى أنظمة اللي تفهمها الآلة الألكترونية حتى نعرف كيف تفكر الآلة الألكترونية حتى نعرف كيف نصمم هذه الدائرة الألكترونية أنه من أفضل الطرق لفهم أي شيء جديد هو مقارنته بشيء معروف لدينا وبالتالي تظهر لنا الأختلافات في هذه المحاضرة إن شاء الله راح نتناول دراسة النظام الثنائي للأعداد اللي هو يعتبر من أهم النظم المستخدمة في الدوائر الإلكترونية الرقمية وحتى نتمكن من فهم هذا النظام العدد الجديد راح نقوم بمقارنته بالنظام العداد العشري المألوف لدينا وبالإضافة إلى النظام الثنائي هناك نظامين آخرين هما النظام الستاسي عشر والنظام الثماني طبعا هم أيضا يستخدمان بكثرة في الإلكترونيات الرقمية طبعا وتستخدم الأعداد الثنائية في نطاق واسع في الإلكترونية الرقمية أيضا وحاسبات كما تستخدم نظام الأعداد الثماني وستاس عشر في تمثيل مجموعات الأرقام الثنائية أنظمة الأعداد طبعا أنظمة الأعداد النظام الأول والنظام العشري النظام العشري يتكون من عشرة أرقام اللي هي من الصفر للتسعة هذا النظام اللي احنا كبشر نستخدمه مثال رقم عشرة العدد عشرة العدد عشرة طبعا كتبناه بين قوسيا وهذا الرقم عشرة اللي يصغير لخارج القوس يمثل النظام العشري يعني هذا عشرة بالنظام العشري والنظام الثنائي النظام الثنائي يتكون من رقمين هما الصفر والواحد هو النظام اللي تعتمد عليه البوابات المنطقية مثال لو سألنا أي شخص سؤال بديهي يقرأنا هذا الرقم طبعا إذا قرأ عشرة فهو خطأ هذا مو رقم عشرة هذا رقم صفر واحد العدد صفر وواحد وهذه الاثنين ترمز إلى النظام الثنائي طبعا خلينا هذه الاثنين وهذه العشرة حتى نميز العدد ينتمي إليه نظام يعني هذا الرقم هذا العدد العفو صفر واحد تابع للنظام الثنائي النظام الثماني النظام الثماني يتكون من ثمانة أرقام اللي هنا من الصفر إلى السبعة مثال الرقم عشرة بالنظام الثماني والنظام السداسي عشر اللي هو يتكون من الصفر إلى التسعة ثم الحرف أي يرمز إلى الرقم عشرة والرمز بي الحرف بي يرمز إلى الرقم إداعش والسي إلى الاثناش والدي إلى ثلاث عش والإي إلى الأربعة عش والإي إلى الخمسة عش طبعا احنا راح نركز بدراستنا على النظام الثنائي بشكل عام هذا الرقم عشرة وهذه ستعاش ترمز إلى النظام السداسي عشر النظام العشري طبعا بكل نظام بكل نظام هناك شيء يسمى الأساس السداس الأساس أساس النظام العشري هو أولا إذا سيت strongest والعشرة fuerte كنت والعشرة والعشرة icked طبعا اللعشرة بالعشرة هي واحد والعشرة والعشرة بين الثنية هي والعشرة هي ألف طبعا وتساعدا 10 أسب عشرة أربعة وعشرة أسب جدينا مثال العدد 623 بالنظام العشري 623 بالنظام العشري تمثل أولا الثلاثة بالنظام الأحد اللي هي 3 في 10 الصفر لإما تضربها 3 في 10 الصفر أو تضربها مباشرة 3 في 1 زائد 2 في العشرات 2 في 10 أس 1 أو 2 في 10 6 في المئات 6 في 10 أس 2 أو 6 في 100 يساوي 3 في 10 الصفر هي 3 عفو مكتوب 6 لكن هي 3 أنا آسف زائد 2 في 10 أس 1 هي 20 يعني 2 في 10 20 زائد 6 في 10 أس 2 هي 600 نجمعها 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 623 طبعا هذا ليس رقم 6 أنا توهمت أنا آسف هذا هو 3 3 في 10 أس 0 يساوي 3 النظام الثنائي اللي هو النظام اللي هو النظام الثنائي يتكون من أولا 2 أس 0 2 أس 1 2 أس 2 2 أس 3 3 أس 3 هذا هو تمثيل الأعداد الصحيح صحيحة النظام الثنائي خواص النظام الثنائي رموز النظام الثنائي هي الصفر والواحد ثانيا أساس النظام الثنائي هو الاثنين رقم الثنين ملاحظة طبعا راح نضيكي بعض الملاحظات لازم يعني تخليها في بالك حتى لا تقع في أخطاء الرقم هذا اللي هو 1-0-1 لا يساوي 1-0-1 في نظام العشري يعني هذا النظام الرقم 1-0-1 في النظام الثنائي لا يساوي العدد 101 في النظام العشري طبعا هذه كلها راح نعرفها فيما بعد فيما بعد راح نعرف كل هذه الأمور فلا تستعجل عليها فقط حتى يكون في بالك فكرة النظام الرقم العدد 1-0-1 في النظام الثنائي يساوي 5 في النظام العشري لكن أيضا هذه أسرحة بالإسلاد الثانية راح نشارك راح تعرف شون أنه الخمسة تساوي 1-0-1 الملاحظة الثانية أي رقم مرفوع للأس صفر يساوي 1 مثلا 3-0 يساوي 1 27-0 يساوي 1 هذه مسألة الرياضية بحتة هذا الرقم رقم 7 إذا ضفنا له صفر من الجهة اليسار أو الجهة الشمال راح يأثر على قيمة العدد الرقم مستحيل أيضا تبقى 7 لكن رقم 7 إذا ضفنا له صفر على جهة اليمين راح يصبح 71 فإذا تختلف قيمة الرقم نفس الحالة في النظام الثنائي هذا العدد نظام الثنائي اللي هو 1 1 1 1 1 1 1 هذا عدد الثنائي إذا ضفنا له صفرين أو أي أو مئة صفر ويسا صفرين فقط على جهة اليسار ما يأثر نهائيا على قيمة العدد لكن إذا ضفنا له صفرين من الجهة الأخرى من الجهة اليمين رح يأثر على قيمته رح يصبح 101100 رح يتغير قيمته رح يمثل غير رقم أيضا ملاحظة الأخرى الرقم 1 في البوابات رح تلاحظ أننا نعتمد على الصفر والواحد الواحد يعني 5V high والصفر تعني 0V low الآن نأتي على شيء يسمى جدول الحقيقة هذا جدول الحقيقة يمثل النظام الثنائي وما يساويه من النظام العشري الصفر تساوي 0000 الواحد يساوي 001 الاثنائي تساوي 0010 يعني أقدر أقول الاثنائي تساوي 00 ما لا داعي أن أذكر هذه الصفرين اللي بالبداية ما يأثرون نهائيا لكن الصفرين اللي على اليمين يأثرون تواجدهم هذا جدول الحقيقة هذا لازم ينحفظ لازم ينحفظ أو يفهم بطريقة ما حتى لأن راح نحتاج بشكل موسع جدا وبشكل كبير في البوابات المنطقية لأن كلها تعتمد على هذا الجدول يعني المطلوب منك تحفظ يعني بشكل اللي راح ناخده إحنا بالكورس هذا إن شاء الله يعني حد أنه الحد الثمانية الحد رقم الثمانية تقدر تحفظ الباقين إذا أردت تطور نفسك وتصمم البوابات بشكل موسع لكن إذا أردت مجرد أنك تصمم البوابات عادية وما توسع جدا يعني ما توسع بشكل كبير تحفظ إلى رقم الثمانية تحفظ هذه البوابات العفو إلى رقم سبعة أنا آسف إلى رقم سبعة تحفظ هذه القيم يعني مثلا نحتاج رقم أربعة كيف يمثل بالعدد النظام الثنائي يمثل 1-0-0 وليس 100 طبعا 1-0-0 نجي الآن إلى التحويل من نظام عشري إلى نظام ثنائي يعني نقل نحن النظام العشري هو النظام اللي يستخدموا الإنسان والنظام الثنائي هو النظام الذي تفهمه الآلة أو تفهمه الخريطة الإلكترونية أو القطعة الإلكترونية أو الجهاز الإلكتروني أو الحاسوب يفهم النظام الثنائي لكن ما يفهم النظام العشري النظام العشري هذا اللي احنا نفتهمه مثال الرقم العدد 25 في النظام العشري الريد نحوله إلى نظام ثنائي طبعا هي طريقة بسيطة جدا لكن تحتاج القليل من التركيز فإذا ركزت فيها شوية مباشرة تفتهم الطريقة و تحفظ الطريقة و تعرف شوية تحول من النظام العشري إلى نظام ثنائي و من نظام ثنائي إلى نظام عشري طبعا نكتب ل 25 25 نقسمها على ثنيان لأنه نحول من نظام عشري إلى نظام ثنائي نقسم على 2 يساوي 12 والباقي 1 نكتب بهذه الطريقة 25 تقسيم 2 يساوي 12 والباقي 1 لازم تكتب هذه الطريقة حتى تعرف شو نتحول الرد بعدها ننزل الـ 12 12 تقسيم 2 يساوي 6 والباقي 0 بعدها ننزل الـ 6 6 تقسيم 2 يساوي 3 والباقي 0 ننزل الـ 3 تقسيم 2 يساوي 1 والباقي 1 بعدها نرجع الـ 1 1 تقسيم 2 يساوي 0 والباقي 1 بعدها نأخذ هذه الأرقام اللي هي الباقي تمثل الباقي من الأسفل إلى الأعلى صعودا تكتب بهذه الطريقة 25 للنظام العشري تساوي 11001 بالنظام الثنائي طبعا طريقة سهلة جدا بس يحتاج أن تراجعها تكتب على ورقة مرة مرتين وتنفهم إهمات النسي نهائيا نجي الآن إلى التحويل من النظام الثنائي إلى النظام العشري أيضا طريقة سهلة لكن أيضا مثل ما قلنا يحتاجها بعض التركيز حول العدد الثنائي اللي هو 101001 إلى نظيره العشري طبعا هنا ليش ما كتبنا رقم 2 ثنيا بعد القوس لأننا ذكرنا ذكرنا أن هذا عدد ثنائي فما يحتاج أن نكتب ثنيا إذا ذكرنا أن هذا عدد ثنائي لكن إذا جاءنا السؤال حول العدد هذا إلى نظيره العشري لا ما يصير لازم ينكتب نظام مالو أو إذا ما ذكره نهائيا فهو نظام عشري بس ما دام ذكرنا أنه نظام ثنائي فما يحتاج أن نكتب رقم 2 كيف يتحويله طبعا نكتب هذه الطريقة وأسفله هذا هو العدد الثنائي بالأسفل نكتب الأساس إذا أردنا نحوله إلى نظام ثنائي نكتب الأساس مع النظام الثنائي إذا أردنا نحوله إلى نظام 13 والثماني نكتب إلى نظام 16 أو مع الثنائي فبعدها نضرب 1 في 2 زائد صفر في 2 أس واحد زائد صفر في 2 أس واحد زائد واحد في 2 أس ثلاثة زائد صفر في 2 أس أربعة زائد واحد في 2 أس خمسة مسألة بسيطة جدا لكن لازم تكتبها على ورقة وتسحلها مرة مرتين حتى ترسخ في ذهنك وما تنسي أبد الناتج نبدأ نجمع واحد في 2 أس صفر 2 أس صفر رقلنا هي قيمتها واحد كل رقم مرفوع إلى أس صفر فهو يساوي واحد واحد في 2 أس صفر يساوي واحد زائد صفر في 2 أس واحد صفر زائد صفر في 2 أس ثلاثة يساوي ثمانية زائد أربعة في 2 أس صفر يساوي صفر زائد واحد في 2 أس خمسة يساوي ثلاثين فنجمعها تطلع 41 بس لازم نكتبها بين قوسيا ونكتب النظام معها نظام 20 إذن هذا العدد يساوي هذا العدد بالعشري اشتركوا في القناة